بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله النهاردة موضعنا على شريك والازيز وقال يعجز القلم عن الكتابة فيه دي مقدمة معضوات تعبيرة اللي كنت حفظها في التعدادية وشخص فيه شامد دراسيا ايه دي فيلمان اهه والله قطل الله موسيقى طيب عنده الحلقة النهاردة هيكون عن كتابة الريبرت الطرش في الباك بونتي بلاتفورمس طيب ايه هو الريبرت الطرش الريبرت الطرش من الاخر هو طرش يعني برفك عشان لو في حد مش مصري بيتفرج علي ايه حاجة الريبرت الطرش هو الريبرت اللي انت موضع فيه كل حاجة الترياجر او التيم مجالد ما يبصره يفهم انت بتقول ايه ويفهم انت بتتكلم فيه ويفهم البار وما عندهش مشاكل مع التوضيح يعني كل شيء واضح وثالث قدام ليه لازم نكتب ريبرت كويس لان المنصة بتاعتك ما يبقاش فيها سبعة تلافة حاجة بتاع لوحبية لان المنصة بتاعتك ما يبقاش فيها سبعة تلاف ترياجر مسلا لا اهما بيبقوا تلاتين اربعين واحد يوميا بيقابلوا مش اقل من الفين ريبرت ده كده النهارده ما فيش شغل ايه ده يا رجال على المنصة بوزت ولا ايه فهم ده الفين ريبرت سلام عليكم الوكاتس بقى على حاجات جديدة على ريبرتات ناس بتبعت هيعية وكونوا اصلا بيديك فبيعمل بروسس وراها غبيه اوي انه يتشك الاند بوينت دي او يتشك الفكرة دي مقبوضة في ريبرتات قبل كده بيقعد يتشك بص الموضوع كبير اوي فهم فعلا بياخدوا وقت في ريفيو حالي لازم نراعيهم في حاجة زي دي ونكتبلهم ريبرت تمام يوفر عليهم الوقت ماياخدش منهم وقت يعني كبير وهم بيريفيو حالتي يقدر يجرب اوي يكون تاكت التيم يقدر يحدد سيفيريتي ديئة اولوية عند التيم وغيره 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 طيب ده ليه لازم نكتب ريبرت كويس خلينا بقى نبدأ في ازاي نكتب ريبرت كويس الطيتل بتاع Hell M8 M8 круг ولازم يكونو وضح وتديه انت بتعمل اية انتو مسلا لما تيدي تبعث iDore جميل ال iDore عشان تبعطها معلم هتقوله iDore in Sandpoint بتاعتك وبعدها هتقوله مسلا if you use them for a user لو algorithm في الكيس اللي انا رسا! بيكادر يعمل Tag لحد ما عيانه عنده فانت مسلاtr ال iDore دي خليك انتك Tips اتكر تعمل مثلا' tag لحد معاίس strength عند كانت الشي كبيره الإعلان الـ non-existent أصلاً لو مثلاً عندنا CSRF ممكن نقول CSRF in الـ link أو الـ end point ونقول له مثلاً deleting address of victim أو deleting the address of any user مثلاً على سبيل المسائل فالتايتل بتاعك لازم يكون شامل البوج المكان اللي فيه البوج والبوج التي تعمليه طيب مثلاً لو logic مثلاً مفيش end point في حاجة زي دي أو مش هتذكر end point جيداً في حاجة زي دي تكتبله إيه مثلاً 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 كان فيه bug في end driver هتعملها result من حابة كتاب كان فيه request اللي هو مثلاً بيتشينج الفير أو التسعيرة بتاعت الرحلة بتاعتك الريكوست ده كان نسموح لك تعمله اتغير السعر بتاع الرحلة يعني قبل ما تابل سواء كان أول ما بتدوسرش بيديك order ID وبالorder ID ده بتعمل له تشينج وبتاعتك طيب طبعاً السواء هو اللي بيعمل سيتل الفير اللي هو بيقبل التسعير اللي انت حاطيتها أو بيزود أو بيناقص عنها أوكي فالتسعير النائية بيدي السواء طيب ايه اللي كان عليك صل لو بعد ما الصحاب قبل والرحلة بدأت انت ومتبعت الرحلة بتاع تغيير سعر الرحلة ده تاني بس بعد ما الرحلة بدأت ايه اللي حصل السعر بتاع الرحلة فعلاً اتغير إنه مثلاً تايتل في حاجة logic زي ايه دي تكتب فيه مثلاً ability to change the right fair أو the right price by ascending the changing fair request after the right begin مثلاً كده مثلاً تكتاب له تايتل انا احترم مش طويل قوي ولكن بتديله انت انت بتعمل ايه ده بالنسبة لل report title السامري بقى عشان تكتب summary أو description لاتنين واحد تستخدم دي او دي عني انت بتكتب في الطبك ده عمتن حاول دايماً تديله فكرة عن ايه هي البوج دي بتعمل ايه والبوج دي موجودة فيه والسيناريو بتاعك هيمش ازاي طب ليه هدي عمل كده؟ لان الترياجر لما هيفتح الريبورت بتاعك هو مش فاضي يقضي يقرأ الريبورت 2 متر فاول حاجة عينه بتوع عليها بعد التايتل هو السامري بيشفك التكاتب ايه او كاتب ريبورت عن ايه او ايه فكرة الريبورت بتاعك فحاول تدسكلوز او تلم شامل الريبورت بتاعك كاملاً جوه السامري ده مبدئياً اوكي؟ لان بعد ما تلفت نظر الترياجر للريبورت بتاعك بيقول اه ده فيه كونت انتباع في الريبورت لا لا نبدأ نركز ونشوفه ال steps to reproduce والإمباكت والدنيا تبقى انت كده جذبت انتباعها معلمة حلوه هيبدأ يبص على الريبورت بتاعك انما مثلاً لو كتبت له سامري وليل كده وبص ده الريبورت قصير وبتاع وما فهمش انتبعت ايه او ما شافش امباكت كويس قوي لحاجة انتبعتها فهيقولك close as informative ويلا انا مش عايدين نشوفها كتاني فحاول في السامري والدسكريبشن على قد ما تقدر تكون بمانشن الريبورت بتاعك عن ايه وتدي نابل ده برضه عن الامباكت وتقول السيناريو بتاعك هيمشي ازاي والدنيا هتمشي في ازاي طيب ال steps to reproduce ارجوك 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 لو الريبورت بتاعك طويل وتشيننج وبتاعه ودنيا ال steps to reproduce بتاعتك تبقى مثلاً خمسة ستة عشرة تديله بس فيها هنت انت هتعمليه وعمل له بي او سي فيديو ونتكلم عن البي او سي كمان بي او حاجة فال steps to reproduce لو انت واسلا عندك 30 steps to reproduce وما بتعمليش 3 تعملي 30 steps to reproduce لا اديني مثلاً في عشرة هنت انت بتعمل ايه او الدنيا هتمشي ازاي واديني فيديو بقى ارفعلي فيديو مخصوصي اشرحلي انت بتعمليه بالزط ولكن برضه فاههمه في steps to reproduce جميل انما بلاش تتحطيلي 30 40 steps او اصلاً هاي 2 هو لما يقرأ steps الواحد لما بيجي يقرأ step A 2 منعكس ما يشوف فيديو براكتكال او فيديو عملي بيشرح الحاجات دي وبيعمل كذا 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 بيبدأ اتفاهم معاه او بيبدأ يقرأ مش بيو عملنه في نص الكلام او بيو عملنه في نص الخطوات لا بيفضل معاه والله شايف الفيديو step by step على عكس ما يقعد يقرأ ويروح يجرب يقرأ ويروح يجرب يقرأ ويروح يجرب فبيبدأ يتوه شوية فال steps to reproduce حاول ما ترغير لو عندك مثلا 10-15 steps حاول تبعث صورة او screen لكل step تعملها لو في امكانك انك تبعث لها صورة يعني مثلا تقول له هتتشانج المراضي لvalue مثلا من false ل true اعمل صورة مثلا ببرنامج الرسام from واعمل before وافتر مثلا واعمل بعدية after واعمل من false ل true وحطوه له تحت ال step دي فحاولت disclose صور بحيث توضح له برضو لو مش هتعمل فيديو او هتعمل بيو سي فيه طيب بالنسبة لل بيو سي او بيو سي هو proof of concept او اثبات ان انت بتقدر تعمل حاجة بالفعل او اثبات لمبدأك اللي انت بتتكلم عنه في ال report اوكي طيب يعني انت مثلا لو عندك ايدور وعايز تعمل لها بيو سي فيديو فاعمل بيو سي بتاعك صور من اول الخطوة خالص لحد ما بتعمل الايدور وبتوضح له طبعا انت في الفيديو في الاخر انك خلاص صبت الشخص التاني او الفيكتم بالايدور بتاعتك دي وعكذا وعكذا فحاول الفيديو بتاع بيو سي يكون واضح وصريح شوية وبلاش تعمل بيو سي 10 دقايق لان الترياجر مثلا مش فاضي 10 دقايق لو هو مثلا عنده النهاردة 300 report لو قاعد كل report 10 دقايق فانت بتتكلم في وقت يعني انت 300 فيديو في 10 دقايق 3000 دقيقة ده 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 رقم هيقعد حد حلوين فان 50 ساعة فالو في يوم عنده 300 report مش هيخلصه مقعد 50 ساعة انت محتاج اكتر من 48 ساعة محتاج اكتر من يومين اوكي هو لازم ينجز وهو على قد ما يقدر بيحاول ينجز تمام؟ طيب يا معلم ال impact حاول دايما وانت بتتكلم في ال report بتاعتك توضح impact طيب لو ما فيش impact ما تبلغش هلقول انت هتضايق وقتك وهتحط لنفسك امل عالفوضي وهتضايق وقت الترياجر كمان يعني هتعطل غيرك لما انه ياخد باونتي او يتريج له او هتعطل شغله فانت بتعطل environment كاملة مش بتعطل حاجة ده لان ممكن حد مؤذي يسقعك واحدة in not applicable فينقصك ساعة points وينقصك signal والديعي فلو مش شايف impact ما تبعطعش يعني مثلا لما تطلع لك فايل في information disclosure مثلا يقول لك look او medium انت مش شايف بحاجة في الفايل ده ما تاخدش اللينك والتروك تتبلغه في hacker one انا كنت بعمل كده زمانا اكتشاف ان معضاده غلط وكل ال reportage هتتقفل بالفعل informative one ايه ليه لا انا ما فيش impact في الفايل ايه اللي في الفايل يعني اللي بيبقى عامل التمبلت ده قبلك في new QI مثلا بيبقى بالفعل اللي لقى حاجة مضرة او يقزي بيها الشركة او ال company في الفايل الفلاني فبدأ يستخدمها بالفعل ويطلع منها ال content المفيد ده اللي هو عيستفيد بيه بحيث انه يبدأ يأتاكي ال company ده لقى فيه معنومات فعلا مفيدة طب انت لقيت نفس الفايل ومفوش حالي مفيدة مفوش impact طب بتبلغوا ليه ليه نيوكليات اللطقية ايه على الثقة انها كده وصل فيك يعني ولا لأ الوضع ويمشيش كده فلازم يكون في impact في حاليات برضو تانية بنقاحل السيناريوهات يعني اللي ممكن تيجي في دماغة كنت بكلم من فترة على تويتر مع محمود ليوضر الاسمه حودامين انا احفاد قسامة يعني والشباب هو ده كان جاي ببب وطلع في موقع يعني website builder او store builder فبيقولك انه حتى اكسس اس في الويب سايت التاني وطبعا الستور بيعمل له sub domain في الدومين الاس بعيدة عن ال sub domain الاساسي ده فكنا بنتكلم انا احفاد قسامة انها info على الاتxs sub domain انت المتحكم فيه بالكامل ومش ال sub domain الرئيسي ولكن بعد شوية كومنتات وتواعين كتير هو ده اوضح ان عشان تفتح الاسطور اصلا لازم تكون عامل ساينين فبالتالي اعتفتح الاكاونت بتاعك وستشن هتسجل في ال sub domain بتاع الاسطور بتاعك فبرضو لو في اكسس اس تقدر تعمل لها كلام بس ده كانت الفكرة مرة بلعت بسبب الموضوع ده برضو كان فيه اتنين rules admin و user مثلا على سبيل المسال في البروجرام الماء وكان فيه link او request محتوي في البوست data link غريب كده في token وبتاع ودنيا وحقصة اللينك ده ما تقدرش تجيبه من جانب user طالص بقى طريق ولكن انت لو كنت مثلا جيبتوا اللينك ده او request ده كاملا من admin account وحطيت فيه الكوكز او authentication قدر بتاع اليوزر العادي كان برضو request بيتبعت عادي اوكي فانا قلت بقى دي privilege escalation واليوزر العادي بيقدر يعمل requestات ال admin ويلا هوب report ان ايه في وشك سالب سبعة بوين تزير بو ونوة signal نزلت طب ليه ده حصلت لان انا هجيب اللينك منيه انت هجيبه اللينك ده منيه مش تعرف تجيبه اللينك اي نعم هي بود ولكن نادرا ما هتلاقي program قابلها منك ليه؟ لان الاناليست او الترياجر بتاعك اروان هاي security impact او security impact صانع على ال application او على السيرفر بتاع ال application اوكي انما انت مأثرتش عليه ممكن تتقابل منك لو ال program مش managed باياك ارواني والتيم قرر يقبالها منك ولكن في المعاتلات انت لو بصيت طب مع اليوزر عا يجيب اللينك ده منيه المستحيل يوصلت ما بيتلاقيكش في حتة تانية ما بيشوفوش في source code ما بيتلاقيك لجوش في اي request فهيجيبه منيه؟ وبالتالي ما يقدرش يعني request ده ومش هيستفيد بحاجة من request ده فليتبلغ حاجة زي دي وغيره 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 شوية سيناريوهات وافقار ملهاش لازم انك تعمل لها report او تفكر فيها حد حبيب فلازم يكون في impact وتوضح ال impact بتاعك بشكل او باخر بطريقة كويسة عشان تفهم الترياجر ايه هو ال impact تحديدا او هتأثر بيه وخصوصا لو بتتكلم في logic bug فانت مثلا مش بعيت له xss مش بعيت له idur فالimpact في logic bugs كمان لازم تكون موضحة يعني انا مثلا في program ما الprogram ده كان بتاع استطلاعات رابئية وبتاعه فكان مثلا الowner لما بيعمل form والناس بتبدأ تبعث اجابات فهو كان يقدر يخش على كل اجابة في الفورم دي ويعمل لها حاجة اسمها علامة او يحطها تحت بند معين يعني مثلا حط ده لأجابة يحط له مثلا ان ده مناسب ده غير مناسب ده غير مناسب ده غير مناسب ده غير مناسب فانا لقيت ايدور اني اقدر بالفعل اغير الاجابات بتاعة الاشخاص التانين طيب للوحدة الاولى انت لو شفت ايدور وقلتلي بغير الاجابات بتاعة الناس التانين طب يعني انت بتغير الاجابات كمان عفوا انت بتغير التاج للشخص ده حدده للاجابة انت بتتعافش في الاجابة حتى طب ده هيؤثر في ايه؟ تقنيا من بره لما نشوف الموضوع كده لو ده فانكشن كده عادية عادية هتقفل انفورماتيف وده اللي حصل بالفعل اتقفل انفورماتيف عشان على وقتها ما كنتش موضح الامباك باردة عديم شوية لما رضيت عليه تاني فطرحت له بقى ان ده ووبسايت فورمز اصلا وده حاجة من المين فونكشناليتيز يعني انه كل اصلا فورم حد بيبعث لك اجابات وانت من الادمن سايد او كصاحب الفورم بتبقى تتحكم بها وفلترها وتكسبورت سي اس في وي 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 فده بالفعل اي بدا يقزيهم يعني انا لما مارك مثلا تلاتين انصر من الناس دخلت الفورم بتاعتي معلمهم ان دول الناس البرفكت بالنسبة لي وافتح على ايه ومش موضيه الله طب طب انا كده عرفت فين الناس اللي انا كنت منقيها وصيبها ومصيبها وبتاع راحوا فيه فبالنسبة لللوجيك بتاع الابليكيشن ده او عن تأثرت او زبت امباكت بالفعل نما لو في ابليكيشن تاني طب ايه المشكلة يعني ما تغير التاج ده تاج المشكلة ما فيش سيكيروتي امباكت فحاول على قد ما تقدر توضح بقى الامباكت زي ما قلتلك لان ساعات الريبورت زي لها مكلمك عنه ده حالا كان فول انفو لما شرحت تاني امله ري اوبن والتريب ودفع له باونتي وكده بس فوضح الامباكت على قد ما تقدر بالنسبة للمتاجيشن او الفاكس عايز تعملها اعملها مش عايز لأ اما عن نفسي مش دايما بعملها الا لو فيه بروجرام مش مناش باي هاكر وان لان البروجرام مناش باي هاكر وان فهو الريدي الاناليست وابيبعت له الريبورت فبيدينه متاجيشن او بيقوله تعمل ايه عشان تصلح البوج دي او التيم ده برضه بيكون عنده شخص انه للبروبلم سولفنج والدنيا دي او السكيرتي تيم وده حطوا اقتراحات في انهم يصلحوا البوج دي ازاي او ياخد الطريقة يصلحوا بها البوج دي سانا هيعملوا فلتر او 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 فالمتاجيشن انا او قد بستخدمه لو مش مناش باي هاكر وان لو مانجت بها هاكر وان انا مش بستخدمه والمتاجيشن او الفيكس سكيشن ورعا انك مثلا او فيه اسكيو الانجيشن فبتحاول تديله فلتر او شيء ما تشرح له فكرة فلتر بانه مايدخلش اليوزر امبوت فيه الكومند بتاع اسكيو ال على طول وهكذا يعني دي الفكرة من الفيكس او المتاجيشن بتساعد التيم اللي قدامك والاناليست انه يصلح البوج بسهولة وفي النهاية انا بحط اتاتشمنتس لو معي صور زيادة او عندي نوتس عن الريبورت يعني مثلا في الاخرة اقول له مثلا خد بالك ان الهتة دي مش هتشتغل غير على اكاونت ببلان كذا 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 عشان بتريكوير كذا 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 وعا كذا الحديد دي واسيبها في الاخر لو في فيديو بسيط بيوضح حاجة برضو بعيدا في الاخر كده كهامش حطوا برضو في الاخر وعا كذا بس اذا تكون كتبت بيرفكت ريبورت عشان الموضوع ده زي اترك بيسرع البروسوس كلها مو بيعطلش البلادفورم ومو بيعطلش غيرك اه اتمنى الفيديو يكون فادك وما ترغيش في الريبورت وما تزنش ودمتم سالمين وامنين القاكم في فيديو جديد ان شاء الله اه غالبا الحلقة الجاية هتكون حلقة الفودكاست مع محمد نطر بس معرفش الصراحة هتمزل امتى غالبا يومين 12-13-14 في رنج من تلك الايام استردعكم الله وقابلكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته